بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الفيديو الخاص بالcode of ethics او كود اخلاقيات المهنة او بيسمى professional and social responsibility المسئولية الاحترافية والاجتماعية الكود بيتكون من اربع قيم بيبدأ انه يتكلم عنهم بس قبل ما نتكلم عنهم هنقول بس الكود ده ينطبق على مين ينطبق على الاعضاء المشتركين في ال PMI او الغير اعضاء بس ليهم حالة من الثلاث حالات يعمى معه certificate من PMI يعمى مقدم على certificate من PMI يعمى شغال مع PMI volunteer اي واحد من الثلاثة دول حتى لو غير عضو برضو ينطبق عليه الكود of ethics ايه هي ال values اللي بيتكلم عنها الكود تكلم عن responsibility مسئوليتي عن الاعمال او القرارات اللي انا بخدها respect احترامي للresources وللناس العدالة ان انا اكون عادل و fairness الصدق ال honesty هناخد كل واحد من ال values دي ونتكلم على description هو عبارة عن ايه وexpressional standard المعايير الطموحة اللي يفضل ان انا اوصلها لكن الموضوع ده مش الزامي وايه هي المعايير المانداتري بحيث ان انا لازم فعلا التزم بيها ولو اثرت يبقى انا مقصر في الالتزام بالكود اخلاقيات المهنة ده طيب نبدأ الاول في ال value الاولى اللي هي responsibility responsibility يقصد بيها ان انا اكون متحمل المسئولية لما اخد قرار لما اخد قرار ابقى فعلا ادل كلمة بتاعتي ما جيش بعد كده اقول لا ده مش انا اللي اخدت القرار ده او حاول اتهرب واحد مثلا من افراد الفريق جاي يسألني اعمل كذا ولا كذا قلت له اعمل بالطريقة الفرانية وحصل ان الموضوع ده غلط ماقولش اصله هو اللي عمل بقى دي مسئوليته لا المسئوليتي انا اشيل المسئولية بتاعتي وما اهربش منها نفس الشيء اتحمل المسئولية لو كان المفروض ان انا اخد قرار واتأخرت وما اخدتش وحصلت مشكلة بسببي اخد المسئولية ديت يعني ما اهربش من المسئولية المعايير الطموحة المعايير الاولاني بتكون مبنية على مصلحة المجتمع يعني ما اخدش حاجة ضد مصلحة المجتمع او ان هي ضد الامان العام او البيئة او تخرب الانفيرومنت يعني اللي حوالية والمعيار التاني ان انا اقبل الحاجات او التحديات الخاصة بمهاراتي وخلفياتي العلمية يعني ما اقولش مثلا مغشش الناس وقولهم انا افهم في الحاجة الفلانية وانا مفهمش او مضربشش هذا واقول انا اعرف الحاجة الفلانية وانا معرفهاش المعيار التالت فلفل الكممند الكممند اي التزامات ان انا اخدتها على نفسي ان انا هعمل كذا التزم بها فعلا ووفيها واعملها المعيار الرابع لما يحصل من قبل اهمال او اخطاء اخد الانرشيب بتاعت الموضوع ده او يعني اقول فعلا انا المتسبب في الكلام ده وانا هصلحه هبدأ ان انا فعلا اصلح الاخطاء ولو حد غيري هو اللي كان عامل الخطأ او الاميشن ده ابلغ المتضرر بان حصل عندك خطأ في كذا كذا سواء المتضرر شخص او جهة النقطة الخامسة المعيار الخامس ان انا احمي الملكية وسرية المعلومات اللي تم العهود بها لي او ان انا يعني ايه معايا كعهدة يعني زي مثلا الملكية بتاعت اي مورد من الموالد معدات مثلا اصينها في معادها اخد بالي منها اي ملكية بقى بتاعت عهدة فلوس اخد بالي من الحاجات دي كلها الكونفتنشال انفرميشن لو في معلومات تخص الشركة معملش مفصحش بيها لحد تاني وكذا المعيار الاخير في الاسبريشنال ستاندرد ان انا احترم الكود ده ونبقى يعني بنحص بعضنا على التزام بالكود دوت طيب المانداتري ستاندرد او المعيير الالزامية المعيار الاول معنا ان احنا يعني نحترم السياسات بتاعت الشركة والرولز القواعد الريجوليشنز اللوايح اللوز القوانين اللي بتحكم العمل بتاعنا وبتحكم سواء بقى الانشطة الاحترافية او التطوعية بتاعتنا المعيار التاني لو شفت عمل غير اخلاقي او غير يعني متماشي مع القانون غير قانوني اعمل ريبورتنج للعمل ده للادارة ولو لو الموضوع ضروري ممكن ان انا كمان ابلغ الكلام ده للشخص اللي اتأثر بالحاجات ديه يعني بعض الناس بتقلق من النقطة دي يعني انت لو ما كانوا هتتمنى ان حد يقولك يعني مثلا لو سيارتك واقفة تحت البيت وحد جاي بيخربها لك وطلع واحد من الشارع يقولك عربيتك واحد بيبوز فيها هتنزل عايز تشوف الموضوع وتمنعه عن التبويز ده ولو لقيته فعلا هتقدم مثلا شك وقصاده لكن مش هتقول للراجل طب انت ليه جاي تقولي لا ما كنتش تقولي انت شفته ماشي في الشارع بيعمل سيبه يكمل خلاص مش هتقوله كده اكيدا فبالتالي نفس الحكاية انت ما ترضاش الضرر لغيرك المعيار الثالث لو حد بينتهك الكود اللي احنا بنقرأه ده نبلغ يعني ان الشخص دوت ما مش ملتزم بأخلاقيات المهنة المعيار الرابع ان احنا يعني الاتهمات نفسها ما نوقعهاش او ما نلسقهاش بالشخص غير لما نكون فعلا اتحققنا منها وثبتت بالحقائق ان الشخص فعلا ده بيعمل الحاجة الفلانية يعني مثلا حسيت النزميلي في العمل مثلا ايه وهو بيعمل invoices او مستخلصات للمقاولين انه هو بيزود لهم مثلا فلوس مرة لقيتهم بيضحكوا مع بعض كده فقلت اكيد دول يعني بينهم بقى ايه رشوة مثلا ولا حاجة فالطبيعي ان انا ما عملش اي اتهمة رحش اتهم بقى زميلي ده واقول انه هو يعني غلطان بناء بس على اعتقاد لا لازم يكون ثبت بالحقائق فعلا شفت ورق مبني عليه فعلا صحة الكلام ده ان فعلا الموضوع غلط عشان اقول ان الراجل ده يعني عمل عمل يعتبر او غير اخلاقي المعيار الخامس لو حد بقى يعني ايه قم باصارة مواضيع يعني تتعلق بالاخلاقيات وجاء واحد زعل منه انت ازاي يعني تقول علي ان انا ما كنتش ملتزم بالاخلاقيات دي وبدأ انه هو ينتئم منه ساعتها لازم دوري كمانجمنت مثلا ان انا اوقع عقوبات تقديبية على الشخص ده عشان يعني بيكره الناس في الالتزام بالcode of ethics ده كده بالنسبة للvalue الاولى اللي هي responsibility الvalue التانية معانا هي respect الاحترام التعريف بتاعها ان انا احترم ال resources اللي تم العهود بها او اللي اتمنت عليها زي resources زي ايه زي الناس مثلا عمالة عندي سكرتاريا اعملهم بشكل كويس احترمهم معدات مثلا صمعة الشركة ابقى خايف عليها مبقاش يعني مؤتمن على صمعة الشركة وانا شغال بالاسم بتاعها والشعار بتاعها ويعني عمال ان انا اعمل حاجات غير اخلاقية مثلا او business لحسابي او ايان كان بشكل غير اخلاقي يعني ال expressional standard او المعايير الطموحة المعايير الاول معايا ان انا بحترم عادات وسلوكيات الناس وما بستهزقش اواصخر بيهم على سبيل المثال واحد مثلا عامل باكستاني بيلبس لبس معين شكله مختلف مثلا عن العادي فما اصخرش منه وما اتريقش عليه وهكذا يعني عادات الناس سواء بقى في الملبس في المأكل في المشرب في طريقة الجلوس في الحركة في طريقة الكلام في استخدام الايد اثناء الكلام وهكذا يعني دي عاداتهم متقالدهم فانا يعني ما ينفعش ان انا استهزق بيهم لا احترمها يعني النقطة التانية او المعيار التاني ان انا اسمع ليه اراء الاخرين ما بقاش انا يعني ديكتاتور بس لا بالعكس احاول افهم هو عايز يقول ايه عايز يمكن عنده فكرة جديدة فلا شك يعني هو مش حتى لو كان اقل مني في الخبرة او في الكفاءة العلمية ممكن انت تبقى مهندس وهو عامل لكن عنده فكرة كويسة فلازم تحترم كيننته يعني او تحترم وجوده وتسمع منه يعني فكرته المعيار التالت ان انا لما بيحصل مشكلة مثلا او كونفليكت بحاول ان انا اواجهه مباشرة عشان اخلص الكونفليكت يعني وما ايه ما يفضلش متعلق ما بيني ما بين واحد خلاف او خصام او كده يعني المعيار الرابع ان انا بسلك سلوك بروفيشنال ما بتصرفش تصرف الصغار يعني او الاطفال او ما بقفش على الوحدة او ما بردش الوحدة بالوحدة يعني حتى لو اللي قدامي سلوك ومش بروفيشنال برضو احاول ان انا يكون سلوكي بروفيشنال او احترافي شوية دي المعيار الطموحة بالنسبة للمعيار الالزامية المعيار الاول ان انا بحترم الناس بس بفترض حسن النية وانا بتكلم معهم او بتفوض معهم بفترض انه هو نيتهم حسنة انه هو مش سيء النية الى ان يثبت العكس طالما ما ثبتش العكس بفترض ان الراجل اللي قدامي ده نيته كويسة وهو مش وحش ومش عايز يلحق ضرر بي مثلا او كده المعيار التاني ان انا مستخدمش البوزيشن بتاعي او المهارات او الخبرات بتاعتي بان انا اثر على الاجراءات او على الاحداث يعني عشان استفيد بشكل شخصي منها على حساب الاخرين مش عشان الناس بتحبيني مثلا وشايفاني ان انا اكسبرت مثلا او يعني عندي مهارة كويسة فبالتالي هم بيسمعوا كلامي بسبب كده او ما انا جاي عليهم وعلى حقوقهم وعلى حساب مصلحة الشخصية يعني او لمصلحة الشخصية فده ايه غير مقبول بالنسبة للمعيار التالت ما بتعملش مع الناس باي طريقة بزيئة او بكلمات او الفاظ جارحة تجاه الاخرين او ان انا يعني استهزئ او اصخر بهم او لهم كلام غير لائق يعني المعيار الرابع بحترم حقوق الملكية بتاعة الاخرين وما باخدش ايه يعني ما بستغلش اي حاجة يملكها حد اخر جير لما برجع وبستأزينه هو الاول ده كده بالنسبة للرسبيكت الفاليو التالت معانا هي الفيرنس او العدالة بتصرف وبعمل اي سلوك ان انا ماكنش متحيز لطرف مثلا على حساب طرف او الحساب الشخصي مثلا او عشان حد ده عنده وسطة مثلا فابقى مراعي حساب الوسطة واجه على التاني الغلبان وكذا فشيء طبيعي ان انا لازم اكون يعني عادل في قراراتي وبتكلم بموضوعية يعني بدون ايه تحيز لحساب طرف على طرف اخر بالنسبة الاسبرجنال ستاندرد او المعايير الطموحة المعايير الاول ان انا مش بس مجرد ان انا بتعامل بعدالة لا كمان ان انا احاول ان البروسس نفسها تبقى شفافة وبينة قدام الناس طريقة صناعة القرار بصوا من الخطوة الاولى للاخيرة كلها بينة قدامك فيها شفافية طبعا معايير طموح يعني مش الزامي بس ان انا حاول البروسس كمان تبقى بينة قدام الناس كل الخطوات بتاعتها المعايير التاني ان انا باستمرار احاول ان انا اقيم يعني القرارات اللي اخدتها هل فعلا كانت بصورة موضوعية ولا لا يعني اعملت شك كده على نفسي هل انا كنت متحيز في القرار اللي انا اخدته ده ولا الموضوع كان فعلا في موضوعية المعايير التالت لو عندي اي معلومات مثلا سواء كانت وصق عقد رسومات اي معلومات مثلا يعني ما ادهاش لو واحد على حساب واحد عشان اخلي ده يبان ان هو شاطر وفاهم والتاني مش عارف يوصل للمعلومة فبالتالي هو مش فاهم لا طالما الاثنين ان هما يقدروا يوصلوا المعلومة دي اخليهم يعني ده يقدروا ده يقدر هما الاثنين فرصهم متساوية اللي عايز هي الحاجة موجودة في المكتبة والسكرتير هيطلعها له بمثلا order مثلا او شيء والاثنين هيتعاملوا بنفس الطريقة مميزش واحد على واحد تاني اكون عادل ما بين الناس المعيار الرابع ان انا مثلا لو عندي فرص عمل ويبعي الناس ان انا مميزش وخلي الفرص متاحة بشكل يعني عادل للناس كلها المعيار الزامية المعيار الاول عندي في المعيار ان انا يعني لو فيه تعارض في الاهتمامات مثلا بتاع واحد من اصحاب المصلحة مع اهداف المشروع ان انا يعني لازم ان انا بلغوا وكون عادل معاه ما اخدش القرار بنفسي كده وقول لا لا خلاص اصل هو مش هيعرف مثلا ان انا هغير تشتيب القضة دي انا اعرف ان هو ممكن يبقى مش حابب بس هو ممكن ما ياخدش باله هعمل له مفاجأة ويجي في الاخر يقول لي اقول له انا ما اخدتش بالي وانسيت ومش عارف والكلام اللي بيحصل ده فده يعني غير مقبول يعني لازم ان انا يعني ابلغه او اعمله اعلام بال ال ان انا ما اكملش بقى الموضوع ما اخدش قرارات قبل ما فعلا الكونفلكت ده يكون يتحل يا اما على اقل وصلت الاخبار دي للستيكولدر وقال خلاص اوكي ماشي وفهم والمواضيع هتبقى ماشية على النور يعني ما يبقاش في حاجة ايه مستخبية المعيار التالت ان انا ما اعملش فايرينج او هيرينج ان انا اعين او ان انا امشي او ان انا كافة او اعاقب او ان انا احط اجيب كونتراكتور مثلا وعمل عقود بناء على الاهواء الشخصية وتحييز مثلا او الرشاوي بناء على ان واحد مثلا ايه قال لي هديك عمولة فبالتالي انا بعمل العقد له هو مخصوص ويه بزبط له او برسي عليه غيره ان انا ما حاولش ان انا اميز بناء على النوع او العرق او السن او الديانة او الاعاقة او الجنسية وكذا ما مديش واحد حاجة مثلا على حساب التاني لازم اكون عادل ما بين الناس كلها يعني ما انفعش ان انا اقرب واحد على حساب واحد واد ده مثلا حاجة والتاني ما ياخدش بالرغم من حقه فده غير صحيح يعني لابد ان ما يبقاش فيه تمييز يعني المعيار الخامس بعد كده اي بيبقى لها رولز فالمفروض ان انا اطبق الروز بتاعة الورجنيزيشن بغض النظر عن اهوائي انا ايه او يعني ما بقاش انا متحيز مثلا في اتجاه معين لا اطبق نفس الروز اللي حطاها الورجنيزيشن حتى لو انا شايف ان الروز دي مش متناسبة مع فكري او طريقة ادارتي لا في نفس الوقت برضو لازم اطبقها لان انا شغال مع الورجنيزيشن ديت الواليو اللي بعد كده عندنا هي الانستي او الصدق لا شك يعني ان الصدق ضروري جدا يعني من غير الصدق المجتمع بيبقى بايز او المشروع حتى نفسه بيبقى منهار وما بيبقاش فيه ثقة في الناس وبيبقى خلاص يعني ايه القيم بتتلاشى يعني فالصدق هو واجبنا ان احنا يعني نفهم الحقيقة ونبلغ الناس الحقيقة ونتعامل بشكل يعني صادق او امين يعني بالنسبة للأسبرشنال ستاندرد او المعيير الطموحة المعيير الاول ان احنا يعني نفهم الموقف كان عبارة عن ايه والحقيقة فين والموضوع ايه يعني ببزل فعلا المجهود ما ببقاش متكاسل على ان انا افهم الحقيقة واسمع بس من واحد وصدق وخلاص لا بالعكس بحاول ان انا اتحقق يعني من اللي هو قاله وحاول افهم ووصل للحقيقة بتاعة الامر فين النقطة او المعيير التاني من معايير الطموحة ان انا بحرص على الصدق فيه تعاملاتي وسلوكياتي كلها وتعامل مع الناس لما اكلمهم ما بقاش يعني ايه فيه كذب يعني يبقى كل الموضوع ايه فيه صدق يعني النقطة التالتة ان انا بدي المعلومات الصحيحة او الدقيقة في الوقت المزبوط لما بتطلب مني مثلا بموعيد معينة ما بغشش فيها في نسب الانجاز ما بعلهاش ما بديش ارقام للكوانت سيرفين غلط وكذا يعني المعيار الرابع من المعايير الطموحة ان انا لما باجي اعمل اي التزامات او وعود يعني بتبقى بنية حسنة مش بنية تلاعب او مش بنية سيئة ان انا بقوله اه هعمل دي ان شاء الله وانا في نيت ان انا لا مش هعملها حتى لأسف بعض الناس يعني وان كانوا اجانب يعني ان يتعامل مع اجانب ولما تقوله ان شاء الله يفهم يقولك اه ان شاء الله وللأسف دي كلمة مش صح يعني ايه ان انا ببقى عارف ان هي مبيتة ان انا مش تناوي اعمل الحاجة دي وبدي وعد يعني ان انا ايه هعملها وده لا شك ان هو مخالف لكل الاخلاقيات يعني النقطة الخامسة بحاول ان انا يعني اولد البيئة نفسها وحث الناس على ان هم يقولوا الحقيقة بحيث ان مثلا لما بلاقي واحد اخطأ وقال الحقيقة ما عقبهوش مثلا يعني اقول له بس كده باسلوب هادي كان المفروض ما تعملش كذا ويلا حصل خير المرة جاية يعني انت انسان كويس حاول ما تكررش حاجة زي دي تاني ومش عارف ايه لكن لو عقبت عشان الحقيقة المرة جاية مش هيقولها يعني فبالتالي احاول ان انا اخلي الانفيرومنت كلها صادقة والناس بتحاول ان هي تقول الحقيقة بالنسبة للمعايير الزامية المعيير الاول عندنا ان انا يعني مشاركش في اي سلوك مصمم على انه هيبقى فيه غش او خداع او تضليل او انه هيبقى فيه اعطاء لمعلومات كاذبة او حج بالجزء من المعلومات مهم لو اتعرف يعني هيغير المصار او هيدي انتباع مختلف المعيير التاني ان احنا ما اشتركش في اي اعمال يعني مفهاش امانة او فيها سلوك غير مهني او غير مخل للشرف يعني بنية ان انا عايز استفيد بشكل شخصي زي موضوع المنافع من وراء البيدنج او العطاءات يعني او كده ان واحد بيستفيد من المقاول نتيجة ان هو هيرسى عليه العقد دوت او ان هو يعني بيتفق اتفاق ضمني على حساب المؤسسة بتاعته يعني يعني بيعمل حسابه الشخص يعني بس كده يبقى خلصنا القيمة الرابعة الانستي وكده يبقى خلصنا الجزء بتاع البروفيشنال and سوشيال ريسبونسبوليتي الجدول اللي قدامنا ده بيبين يعني مرخص كده الكود اثيكس القيم الاربعة قدامنا المسؤولية الاحترام العدالة الصدق وكل واحدة فيهم فيها المعايير الطموحة والالزامية وتحتها بقى الكيوورد كده بس الكل معيار منهم بحيث ان هو يفكرنا يعني بالمعايير سواء الطموحة او الالزامية بس ونشوفكم في الفيديو بتاع الاسئلة باذن الله